المتابعين ومتابعين طقس العرب الكرام في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسترد معكم آخر توقعات الحل الجوية في المملكة خلال الأيام القادمة سدت أجواء حارة إلى حارة بشكل لافت في عموم مناطق المملكة في حين تأثرت المناطق الجنوبية الغربية والغربية والقطاع الشمال الغربي من المملكة بسحب رعدية متفرقة عملت على هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة كان أغزرها في المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية كذلك الحال الغربية من المملكة توقعات بإستمار هذه الأمطار ذات الطابعة الصيفية خلال اليومين قدمين ولو أنها تنحسر بشكل أكبر في صوبة المناطق الجنوبية الغربية من المملكة كذلك حال هناك فرصة لهطول هذه الأمطار الرعادية في أقصى المنطقة الشمالية الغربية والقطاع الشمالي الغربي من المملكة بعد مشيئة الله كذلك حال توقعت بنشاط الرياح في هذه المناطق وبالتالي حدوث إثارة للغبار والأتربة مرافقة للسحب الرعادية كذلك حال هناك توقعت بنشاط الرياح في أجزاء من المنطقة الشمالية الشرقية والشرقية والوسطى من المملكة بما فيها العاصمة الرياض وذلك خلال يوم غدنا الخميس مما يعمل على إثارة الغبار والأتربة التوقعات الجوية الخاصة بليلة القادمة 29 درجة مئوية هي الحارة الصغرى المتوقعة في العاصمة الرياض مع أجواء صافية وهادئة إجمالا التوقعات الجوية الخاصة بثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض كما تحدثنا هناك نشاط للرياح الشمالية الشرقية في منطقة الرياض وبالتالي إثارة لبعض الغبار والأتبة يوم غدنا الخميس مع درجات حارة تبقى في سياق بداية 40 درجة مئوية مع أجواء حارة بشكل لافت ومستقرة إجمالا كان كل ذلك حتى اللحظة إلى اللقاء